موسيقى كانت الحرب على داعش ذريعة لإنشاء ما سمي بالحجد الشعبي الذي أصبغت عليه الحكومة العراقية في وقت لاحق صفة رسمية رغم صيط بعض فصائله في مجال التجاوزات والانتهاكات التي وفقتها عدة منظمات لحقوق الإنسان الآن وبعد الإعلان عن القضاء على داعش في العراق يبدو أن بعض فصائل ذلك الحشد باتت هاجسا أمنيا بحد ذاتها فعصائب أهل الحق على الخصوص تحولت في بعض أحياء العاصمة بغداد إلى عصابات تزرع الخوف والذعر بين المدنيين بما تفرضه من إتاوات وتمارسه من ابتزاز وسرق وخطف وغير ذلك من أعمال إجرامية أعمال تجد السلطات العراقية نفسها أمامها في حرج وهي عاجزة عن مواجهتها في ظوء فوضى السلطات واختلاط الصلاحيات وأثقال المحسوبيات واستشراء الفساد ميليشيات الحشد الشعبي تعود إلى الساحة العراقية بشكل ومهمة جديدين فبعد انتهاء الحرب على داعش عسكريا وجد العراقيون أنفسهم أمام مسلح هذه الميليشيات الذين تحولوا إلى عصابات ترهب المدنيين جراء عمليات الخطف والابتزاز والسطو المسلح التي تنفذها هذه العصابات في بعض أحياء بغداد حي الحرية التاريخي العريق أضحى أخطر الأحياء في بغداد حيث يسجل به أكبر عدد من حوادث السطو المسلح وفي وضح النهار حسب شهود عيان كما أن انتشار عصائب أهل الحق المنضوية تحت لواء ميليشيات الحشد الشعبي أدى إلى نفور السكان الحي منه وهو من عكس على أسعار العقارات به حيث انخفضت إلى أكثر من النصف فيما تشهد الحياة التجارية فيه ما يشبه الشلل رغم زوال خطر إرهاب داعش يقول أحد وسطاء العقارات إنه لا أحد منهم يجرؤ على إتمام صفقة بيع أو شراء بيت أو أرض سكنية وإن تم ذلك تسارع عصابات الابتزاز إلى تهديده أو حتى خطفه لتكون لهم نسبة من الصفقة حيث يضطر السماسرة بعد التوصل لاتفاق مع العصابات في الحي عبر وسطاء إلى دفع إتوات شهرية لحفظ أرواحهم أصحاب محلات الصرافة لم يسلم أيضا من بطش هذه العصابات حيث يضطرون لدفع إتوات خوفا من تعرض للسطو أما من يتدخل من السكان فيكون مصيره القتل أزمة من شكل آخر إذن تعصف بالمشهد العراقي أزمة تحولت بعيون العراقيين إلى كابوس يلاحقهم في تفاصيل حياتهم اليومية أو انتقام يتربص بهم إذا فكروا باللجوء إلى أجهزة الدولة معنا من عمال مستشار المركز العراقي للدراسات الدكتور مؤيد الوينداوي دكتور مؤيد أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية حقيقة نتساءل عن حجم انتشار ظاهرة الصطو والصرقة وابتزاز المدنيين التي تقوم بها الميليشيات هل هي تأتي في إطار نطاق محدود في بعض أحياء بغداد أم هي ضمن عملية أوسع تشمل باقي مناطق العراق برأيك مساء الخير مساء النور الواقع عندما نتحدث عن جماعات مسلحة تحت أي عنوان ووسعنا في ظل آخر دراسة أمامنا نشرت قبل سابقا قليلا الجماعات المسلحة الشيعية لديها حوالي 84 فصيل مسلح سواء داخل العراق أو في سوريا وهذا الرقم لا يشمل ما يسمى بثوار العشائر أو الحج السني أو الجماعات المسلحة التي تتبع للمكون السني كما لا أتحدث عن جماعات مسلحة في المكون الكردي واليزيدي وغيرها هذه الميليشيات بعضها اندمج بالحج الشعبي هو في الواقع الكثير منها أذرع عسكرية لجماعات سياسية هي في العملية السياسية منذ 2003 ولغاية اليوم الواقع هذا يقلق المجتمع الدولي وكان الحديث اليوم في مؤتمر ميونيخ للأمن أن البعض من الدول يرى أن بعض هؤلاء المسلحين ليسوا سواء وكلاء للإيرانيين في عموم منطقة المشرق العربي أي العراق والسورية وحتى اليمن عودة إلى سؤالك يعني لا أبدا هي القضية قضية تشمل مناطق واسعة من العراق هناك كثير من أصحاب العمل والمواطنين يخضعون لابتزاز الكثير من الجماعات المسلحة والعصابات الجريمة المنظمة أي أصحاب عمل ناجح يفرض عليهم أتوات من قبل أشخاص غير معروفين العاصم وبغداد الكثير من المباني العائدة للدولة والمواطنين هي مقرات لجماعات مسلحة غير معروفة المواطنين يخشون التعامل معها الحكومة هي الأخرى تدرك أجهزتها من هي هذه الجماعات التي في هذه المقرات نتذكر قبل فترة اشتكى بطريارك المسيحية في العراق من أن الكثير من دور المسيحين مستولى عليها نحن نتكلم عن دور أخرى أشخاص لا يستطيعون تقديم الشكوى إذ غالبا ما يأتي التهديد لهم بالقتل أو إلى آخره دكتور معيد لماذا إشاعة هذا الجوم من الرعب ما هدف الميليشيات المسلحة برعيك هل هذه السلوكات هدفها يصب في الجانب السياسي لها هدف سياسي في النهاية نعم يعني المجتمع الدولي قلق من هذه المسألة ما بعد داعش لهذا يختصر تحت عنوان آخر هذا القلق بمطلب من الحكومة العراقية يطالب رئيس الوزراء العبادي بحصر السلاح بيد الدولة بمعنى عليه أن يصفي كل شكل من أشكال المظاهر المسلحة سواء على شكل تنظيمات أو جماعات أو عصابات بعض هذه الجماعات معروفة والحكومة العراقية تدرك أنها متورط بأعمال خطف وقتل وتقريركم بما يخص عن جماعة عصاب الحق واضح هذه الجماعة التي انشقت عن جيش المهدي سنة 2007 التي يصفها دوما السيد مقتد الصدر بأنها ميليشيات توقعها منفلتة غير مضبطة هي كانت قد أسست حالها سنة 2014 ككيان سياسي وشاركت بالانتخابات وهي الآن جزء من ائتلاف سياسي مع جماعات مسلحة أخرى تحت عنوان الحشد انضوت بائتلاف يقوده زعيم أكبر جماعة مسلحة عراقية قبل 2003 هي منظمة بدر بقيادة النائب هادي العامري جماعة العصائب معروفة عنها أنها تورطت في اختطاف عدد من الأمريكان والإنجليز فيما مضى وغيرهم أما أمراء الحرب سواء عصائب أو غير عصائب سيبقون يبحثون عن أموال لتمويل أنفسهم وهذه ظاهرة معروفة عالميا عندما تشهد أي منطقة نوع من الحروب الأهلية أو عدم الاستقرار لوقت طويل والعراق واحدة من هذه الدول لهذا رئيس الوزراء محرج كيف يستطيع أن ينهي هو دائما يقول أنه تحت الحشد نحن مسؤولين عنه ولكن لماذا الدولة العراقية غير قادرة على ضبط هذا السلاح؟ لماذا غير قادرة على احتواء كل هذه المظاهر المسلحة في الشوارع الواقع يجب أن ندرك ليس كل هذه الجماعات تستطيع الحكومة العراقية أن تتعامل معها هناك جماعات تتلقى الدعم والتمويل والتسليح من الخارج معروف جدا من هي الجماعات الممولة والمسلحة والمدعومة إيرانيا بعضهم حتى لا يؤمن بولاية السستاني كمرجعية دينية بقدر ما يؤمن بولاية الفقهة الإيرانية وبالتالي هو يتبع للمرشد ولا يتبع لأي طرف آخر من حيث العقيدة والفكر بما فيها العبادي هؤلاء استغلوا فرصة الحرب على داعش وتم تجهيزهم بأسلحة ثقيلة إيرانية بل ذهبوا لا بعد من ذلك أن الحكومة العراقية سهلت لهم استخدام الأسلحة الأمريكية الثقيلة وهذا ما نشره قبل أيام قليلة من انزعاج الأمريكيين في هذه القضية هؤلاء جزء من برنامج إقليمي إيراني أكثر مما هم برنامج عراقي لذلك هنا دكتور مؤيد اسمح لي على المقاطع لذلك اليوم حيدر العبادي في مؤتمر ميونيخ للأمن قال بأن المهمة والتحدي المقبل بعد دحر داعش هو حصر السلاح بيد الدولة هو يدرك أن هذا تحدي كبير جدا للدولة العراقية إلى أي حد هذه العصابات أصبحت نقمة لأجهزة الدولة بعد أن كانت في وقت ما مساعد لها على دحر داعش وبعض التنظيمات المتطرفة كما تقول الحكومة العراقية يعني البيانات مجلس الأمن والخطاب الدوري للمبعوث الخاص منذ نظامبر الماضي كان فيه رسالة واضحة للسيد العبادي بضرورة أن يعمل مع وسعه لحصر السلاح بيد الدولة بعد خمسة شهور لم يحصل شيء بل حتى في مؤتمر الكويت منذ أيام ظهر الأمينة عام الممتعدة وقال له عليك بحصر السلاح بيد الدولة هو بالتأكيد يسمع هكذا كلام في مؤتمر ميونيخ ولكن السؤال هل يستطيع نحن حتى الآن لا نعرف حجم المستشارين الإيرانيين الذين لا يزالون يعملون مع الحشد نحن لا نعلم حجم القادمين من حزب الله الذين يعملون مع الحشد كم هو عدد المتطرفين من البحارنة الذين يقاتلون مع الحشد هذه مشكلة لا يريد أحد ينتكلم رئيس الوزراء أول شيء عليه إن كان يريد فعلا حصر السلاح عليه أن يعلن عدم مسؤولية الدولة العراقية ومحاسبة من موجود ويقاتل في سوريا إلى جانب النظام السوري منذ سنوات ولا يريد أحد يعترف بهذه الحقيقة فكيف يستطيع هو في الداخل أن يضع حدا لهذه العملية الآن هو يتكلم من هو في العملية السياسية فهذا حشد وليس ميليشيات ومن هم خارج هذه العملية هم ميليشيات ولكن تسألني هل اتخذت خطوات حقيقية نحو السيطرة وحصر السلاح الشك حتى الآن لك نموذج خوض مشاكل عشائرية في جنوب البلاد ترسل لها فرق مدرعة لأجل النزاعات كم هو السلاح الموجود بين المواطنين السلاح الموجود بين المواطنين في بغداد على سبيل المثال سمحني الدكتور معيد هنا في هذه النقطة يعني أن الدولة لازالت حتى الساعة عاجزة على ضبط هؤلاء العصابات وبالتالي هناك احتقان شعبي داخل العراق من هذه العصابات برأيك هل يمكن أن يتحول هذا الاحتقان إلى قنبلة موقوطة في وجه هذه الميليشيات التي تعتدي على ممتلكة الناس باختصار لو سمحت أنا أعتقد حتى الآن إحدى المشكلات الأساسية للسيد رئيس الوزراء هو كيفية التعامل مع الجماعات المسلحة التي منطلوها تحت عنوين مختلفة ومنها الحاجز الشعبية في مناطق المكون السني وهذه مشكلة خلقتنا هذا الحضور لأنهم مسؤولين عن الملفات الأمنية أكثر من مسؤوليات مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وهذا أثار المجتمع الدولي بأن انتخابات سليمة يجب أن تكون في أجواء أكثر هدوءا حتى الآن هؤلاء موجودين في مناطق غرب العراق وشمال العراق وحتى في الموصل بعد شهور طويلة من استعادتها في حزام بغداد هناك عمليات كثيرة يقوم بها هذه الجماعات تحت عنوان الحجد الشعبي عمليات عسكرية واسعة بالتأكيد المواطنين ليسوا سعيدين بها كما يجب في بغداد هناك تقارير يومية عن عمليات صباحية ترى الشرطة قتلى في شمال المدينة أو جنوبها دون أن يقولوا الأسباب ومنهم وراء عمليات قتل هؤلاء بالرصاص يوميا جثتين إلى ثلاثة يتم العثور عليها في بغداد الأتوات حالة طبيعية الرشاوي والفساد حالة طبيعية في بغداد أشكرك دكتور مؤيد لذيق الوقت أعذرني على المقاطعة دكتور مؤيد الوينداوي مستشار المركز العراقي للدراسات على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك حدثتنا من عمان اشتركوا في القناة